أهم إعلانات مؤتمر أبل الجديد وماذا سيفعل الشركة الأمريكية التي تقول لمستخدمينها لا تستخدموا الشبكة وبالتأكيد سأتحدث عن لماذا أنا قاعد أقول لكم لا تشتروا آيفونات الشهرين الجاية والتفاصيل في الهاتف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخوكم فيصل السيف الذي يريد على طول أن يذهب إلى نفس مؤتمر المطورين واختصاره فهو نهاية الحلقة سأضع لكم شابتر سيديكم له على طول وأيضاً لديكم العدة التنازل الموجودة على الشاشة وأبدأ بالأخبار والهيئة الملكية لمحافظة العلاء الذي لم يمر عليه هذا الاسم ترى شيء جداً خرافي الهيئة الملكية لمحافظة العلاء تعاونوا مع سناب شات ودعوا كل الناس أن يسافروا ويأتي لنا للعلاء بدون ما يتحركوا من أماكنهم وبكل اختصار من خلال الشاشة حق الجواله خاصية بورتال لنز ستمكنكم من أن ترى جبل الفيل ترى المعالم الموجودة في العلاء ترى المناطيد وهي قاعدة تطير وكلها من خلال نفس الخاصية سأضع لكم تفاصيل لهذه الخاصية في وصف الحلقة فسافروا وروحوا وغيروا وجوه ترى ما تتخيلوا كمية السعادة وانتم عايشون في مكان ثاني من خلال شاشة الجوال من خلال وقع المعزز والمدمج شيء جداً خرافي فلايفوتكم شركة اتصالات أمريكية تقول للمستخدمين لا تعتمدوا كثيراً على الرسائل والاتصالات لا لا اعتمدوا على الخدمات التي فيها بيانات والسالفة بالتحديد أعطيكم ولكن أولاً هل أبد توقعتوا أن الضغط على شبكات الجوال ستساعد شبكة جوال أو شركة جوال أنها تصبح أحسن؟ البعض يمكن أن يستغرب هذا الأمر ولكن دعني أشرح نوضح أول شيء خبر تي موبايل الذي حدثت في أمريكا والشبكة عليها خلل في كامل أمريكا غرّد رئيس التقنية في الشركة عن الخلل وأنه جاري إصلاحه وبعد ساعتين غرّد أن تم إصلاح الخلل ولكن المكالمات والرسائل لسه فيها مشكلة لا أدري كيف بعد تم إصلاح الخلل بل أنه نصح الناس أنهم يعتمدوا في فترة الجاية على الواتساب وخدمة الـ iMessage التي تعتبر بيانات عن طريق جوالات الآيفون وموضوع الاعتماد لا يكون مؤقت بل أن الأمر امتد وصبح هناك خلل أكثر ما بينهم وبين مشغل ثاني وصبح هناك حوسة دعني أنتقل إلى شيء قريب في المملكة العربية السعودية شركات الاتصال خلال فترة كثافة الاستخدام مع الحجر المنزلي صار عندهم موقف جداً لا يحسدون عليه فاجتهدوا وأبدعوا في إضاحة علول للاتصال والبيانات وتصحيح الأخطاء والمشاكل وأيضاً سأسألكم سؤال مهم عن هذا الأمر وأكيد لازم أوضح أننا مع حصولنا على أفضل خدمة وينما كنا في المملكة أو حول العالم ومشغل الاتصالات يعطينا أفضل خدمة ولكن دعني أرجع وأقول أن حلول الاتصالات والبيانات التي أعطوناها والتصحيح الأخطاء والمشاكل التي حصلت إثراء تجربة العميل حصلت بشكل مكثف خلال الفترة الماضية على سبيل المثال استي سي قدروا خلال الجائحة يوضحوا منظومتهم المتكاملة لديهم دي اس ال، لديهم فايبر، لديهم فور جي، لديهم فايف جي كل واحدة منها تخدم شريحة ومتطلبات واحتياجات محددة يوم ضعفة الشبكة في أمريكا صار تخبط كبير في الاتصالات والخدمات يوم ضعفة عندنا تم إثراء البدائل وإتمام التحسينات يعني الآن كفاءة الشبكة عند استي سي كمزود خدمة بعد الحجر المنزلي المفروض أنها صارت أفضل وأقوى وصار في وعي والمستخدمين نفسهم عرفوا الإنترنت الأفضل لهم عرفوا ما يستخدموا وأرجعوا وأقولوا أن كلنا كمستخدمين للإنترنت نبي أفضل وأقوى اتصال وأحسن أداء وأفضل سعر في أمريكا واحد من أكبر المشغلين طاحت كفاءة الشبكة عندهم وصار وقت إليما تحسنت الأمور رجعت لمجاريها ولكن عندنا استي سي في بداية الجائحة حسنت وطورت وقدمت عروض وما زالت تقدم عروض وشخصياً امتحنتهم في خدماتهم ونجحوا في هذه الامتحانات واللهما لك الحمد ولكن الآن أسألكم في العالم العربي ما هي الأشياء والمواقف التي حصلت معكم ما بينكم وبين شركات الاتصالات لا أريدكم أن تذكروا الاسم عادي ولكن أعطوني في نفس وصف الحلقة نفس التجارب والتي حصلت مع الجائحة مع مزودين الإنترنت والخدمات والاتصالات شاركوني في نفس الوصف وأخبار ثانية وتويتر يواجهون مشاكل من ناحية تحسين كفاءة خدمة الصوت الجديدة في التغريدات ويضاحها بشكل أفضل للإحتياجات الخاصة من المستخدمين المستخدمين فيها الأحتياجات الخاصة لأن تويتر ليس لديهم موظفين متخصصين بأنهم يضبطوا تحسين الأداء للإحتياجات الخاصة على نفس تطبيقهم بل أنهم يعتمدوا على المتطوعين في هذا الأمر تويتر ملايين تجلب فلوس فالوضع غريب فالمهم وعدت تويتر أن يصبحوا هذا الأمر وخدمة التغريدات الصوتية يصبح تناغم مع الاحتياجات الخاصة سؤالاً للحلقة الماضية كانوا مرة رهيبين والإجابات أرهب فلما سألتكم من عنده تلفزيون 4K فقط 23% قالوا نعم عندنا تلفزيونات قدرة 4K 25% قالوا ما عندنا ولا نهتم وأيضاً حوالي 50% قالوا لا فل اتش دي كافي وأموري مثل الفل ١٠٨٠ مأدي الغرب فهنا أرى أن يجب أن نفعل محتوى من خلاله أوضح ما هو الشيء الذي سيعطيك هذا 4K وهل بالفعل نحتاجه أم لا؟ إذا نصف الناس واعية وعرفون أنهم لا يحتاجون 4K إذا بالفعل يمكن مع البلاي ستيشن الخامسة والخصاص ليس كلنا سنحتاج هذا البلاي ستيشن والبلاي ستيشن فقط يبغى لها فيديو وبالتأكيد أفعل الفيديو السؤال الثاني عن كم حلقة في الأسبوع تبغوا 64% منكم قالوا حلقتين في الأسبوع يسعدكم ربي أبشروا برجع الوتيرة حلقتين في الأسبوع بإذن واحدة أحد من الأسبوع الجاي بإذن الله رئيس جوجل السابق إيريك شميت الذي قابلته وتكلمت معه عطى تصريحات مطبيعية في أحد المقابلات وتكلم عن القدرة والكفاءة العالية الموجودة عن شركة هواوي بالذات عندما نتكلم عن قدرات التصنيعية وقال أوجه المشاكل ما بينهم بين أمريكا أريد أن أفعل الموضوع محتوى تأيدوني في الأمر أو لا أعطوني تعليقاتكم ولا كات وأبشروا من عيوني الشكل الخلفي مع الآيفون 12 شبه يتأكد مع بعض الدميز والقطاع الذي تستخدم في الأكسسوارات بيّنت أن الشكل الخلفية سيكون لديكم الأربع كاميرات أو الأربع عدسات منها اللايدار وأيضاً سيكون فيه نسخة الأثنين على حسب العادي أو البرو الآن نتكلم عن أن النسخ تسرب قبل المؤتمر أحياناً عمد وأحياناً ما هي بعمد وهذا الأمر كله يتبع التطوير لا يبدأ إلا شهرين أو ثلاثة شهور ونعرف هذا الجوال الجديد المتوقع يعلن عنه في سبتمبر بإذن الله الآن لأختصار الـ WWDC 20 وبالفعل تكلموا عن كل الأنظمة أكثر من ساعة ويتكلموا على التحديثات القادمة في كل نظام تشغيلي وأخطيكم أهم الأشياء المرتبطة في منطقتنا العربية وبالتأكيد ستقدم فائدة إضافية أول شيء يتكلم عن الإخراج كان خرافي الانتقال ما بين المواقع المختلفة في نفس مقر أبل الجديد كان جداً مدروس وممتاز وكان بالفعل عرض يمديكم تشاهدون أن شيء مرة ما يتفوت التحديثات iOS 14 رسمياً تم إعلان عنه والتسريب الذي أعطيته هو آيفون OS هذا الشيء يظهر صحيح عندما نتحدث عن الآيفون سيكون هناك مسألة الـ widget وهو تطبيقات مصغرة كاختصارات موجودة على سطح نفس الآيفون هنا نعلم أن تصل إلى معلومات جداً سريعة وهو أيضاً تستطيع أن تأخذ أكشن سريعة والشيء الذكي يمكن أن تحتوي على ثلاث أربعة تطبيقات مع الذكاء الاصطناعي وعاداتك اليومية يتغير الـ widget تلقائياً من نفسه اختر الأنسب منها وفيها قابلية عالية للتخصيص أيضاً خاصية الـ Picture in Picture صورة في صورة تستطيع من خلالها تتابع فيديوهاتك بشكل مصغر حتى لو طلعت من الفيديو الذي تتابعه سيري صارت أكثر ذكاء وصارت داخلها في النظام بشكل أكبر وتنفذ مهام أكثر تعقيد أيضاً أعلنوا عن الترجمة الفورية التي تدعم عدة اللغات وهو من ضمنها اللغة العربية والترجم لك بشكل مباشر تستطيع تأخذ نقاش ما بينك وبين شخص لا يتكلم اللغة حقتك ولكن لغته مدعومة في نفس التطبيق إضافة جديدة على تطبيق iMessage تعديلات إضافية على الميموجي مثل الاستكارات وحركات جديدة وكمامات صار الأبسين وكمامات بل أيضاً تستطيع تضبط في الأعمار فالميموجي يمكن أن تزيد عمره أبل تم إعادة تطويرها من جديد وصارت أفضل بكثير وقدمت خصائص رائعة وصارت تطبيقه منافس خرائط جوجل بشكل كبير وضبطوا أمور سياكل ما سياكل وأيضاً روتينات ولكن محدودة على دول أخرى لساً لم تجدنا بشكل رسمي أيضاً من ضمن الخرائط والشيء الكريس نقاط شحن السيارة كهربائياً ولكن موجودة أيضاً في بعض الدول في العالم لسا ما حتى تجينا فدعونا ما نتكلم عليها ولكن الشيء المتشوق له هو مفتاح حق السيارة يصبح موجود في جوالك ونسخة رقمية من هذا المفتاح أول سيارة تم التعاون معها BMW السلسلة الخامسة أو فئة الخامسة أو فئة الخامسة لا صح سلسلة الخامسة الفئة الخامسة 2020 نتكلم على BMW يكون لديك المفتاح موجود على الجوال رقمي تم برمجتم من نفس المفتاح الأساسي هذه السيارة مدمجة ومعتمدة تدخل السيارة وتضع الجوال على نفس الشاحن ستشغل السيارة وتمشي طبيعي بل أيضاً ترسلوا مفتاحكم لأشخاص وتعطوهم أكسس أنا مسافر سيارتي موجودة في البيت أرسل نفس المفتاح عن طريق التطبيقات الداعمة أرسل مفتاح وأضع قيود على هذا المفتاح بأنه لا تمشي أكثر من مئة كيلو في الساعة إلا تعطيني تنبيه ومناطق محددة على حسب لي فهمتم وترسل المفتاح يأتي الشخص يستقبل هذا المفتاح يفتح السيارة وتضبط الأمور وانتهينا أب كليب والتطبيق مصغر جزء من التطبيق الأساسي مثل قصاصة من التطبيق يمكنك تفتحه مباشرة بدون تحميل ما سيظل في الواجهة بل سيختفي بعد فترة بمعنى أنه استخدم جزء من التطبيق لكي تكمل شغلة معينة وخلاص شيء جداً رائع يحفظ لك البيانات والوقت فما تضطر تحمل تطبيق بحجمه الكامل من كل متجر تروحه أو متجر عنده خاصية تطبيق خاص فيه قصاصة تحملها أو حتى لا تحملها وتستخدمها بشكل فوري بدون تحميل نظام الآيباد 14 تم تعديل العديد من التطبيقات بحيث تناسب حجم الشاشة وتصبح تعرض لك أشياء أكثر مثل تطبيق الصور يعرض لك خيارات أكثر وتستطيع تحرك الصور نفس الشيء لتطبيق الملفات والملاحظات لا تخرب نفس تجربتك على الجهاز أيضاً البحث في الأجهزة تبحث لك في كل التطبيقات وحتى داخل التطبيقات والمتصفح تحسيناتها أكبر على القلم وشيء جداً رائع أنهم تتكلموا على القلم والسماعات فالقلم سيكون تستطيع تكتب في أي مكان على الشاشة وتلقى ايربي تم تحويل الكتابة إلى نص والأيربودز كأكسسوار تم تحديثه بإيجاد نمط محيطي يستخدم الخوارزميات مما يتيح لك مشاهدة المحتوى بصوت أجمل إذا المحتوى داعم وأيضاً إذا السماعات تضعوا بشكل تحديث لأن هناك إصدارات تدعم هذا التحديث النظام الساعة بالنسخة السابعة الساعة تعطيك خيارات أكثر بكثير لواجهات الساعة وقابلة للتعديد بحيث تعرض لك فقط وما تلزمك فقط بالخيارات التي عرضتها لك أبل وتستطيع شارك الواجهات مع أصحابك أو تأخذها من مواقع مختلفة لو كان الموقع عارض هذه الواجهة ولو كان هناك تطبيق لا موجود عندك ستحصل الخيار لتحميله في الجانب الرياضي تمت إضافة خيارات رياضية جديدة منها الرقص كرياضة وتحديد عضلات معينة بشكل مفصل أكثر من زمان تغيير اسم التطبيق من اكتيفتي إلى فتنس تم إضافة مزايا لقراءة نومك وتحسينه وتأكد عليك أن تغسلت دينك وتعطيك على التنازل أو تغسلت دينك على ستعرف أن تغسلت دينك بالشكل الصحيح نعم الحديث عن الخصوصية تم تقليل كمية البيانات التي ممكن أحد يوصل لها والحفاظ على أهم البيانات في الجهاز نفسه وما يكون وضعه على السحابة تم تطوير الحماية قدرة التحكم عالية في البيانات وصار في تنبيه يوضح لك لو التطبيق تخطى الأمور التي سمحتها له تعرف أن التطبيق يتتبعك أو يجمع بياناتك تطوير في تطبيق هوم وصار فيه خصوصية لمعلوماتك بشكل أكبر وأيضاً تعاون مع شركات كبيرة في مجال الأنظمة الذكية للمناسس سواء اللظاءات أو الكاميرات المراقبة أو غيرها بحيث تعطيك خيارات أكثر أبل تيفي قدم إضافات جديدة في تطبيق الأركيد للألعاب من ناحية المشاركة وأيضاً تطور مستواك في الألعاب أيضاً تقدر تشارك محتوى آيفونك بشكل أسلس وكامل للأبل تيفي أما خدمة البث من أبل وصلت إلى مليار شاشة وصارت تدعم معظم التلفزيونات الذكية التي تنزل قريباً أيضاً تم الإعلان عن مسلسل اسمه Foundation نظام الماك الجديد اسمه Big Sur تغير التصميم وصار أكثر بساطة يعني تقدر نقول minimalist وتصاميم جديدة للأدوات والتطبيقات وأيضاً تم إضافة مركز المهام الموجود في الآيفون للماك وتصميم التنبيهات مشابهة للآيفون أيضاً وصفها للأدوات سفاري تحسن بشكل كبير وصار أسرع من كروم بفرق ملحوظ وتم زيادة الأمان فيه بحيث يقدر يقدم لك تقارير أمان لكل موقع ويبلغك إذا هناك اختراقات أو متابعات لنشاطك وتم إضافة أيضاً إكستنشنز إكستنشنز يعني نفس المواقع ببعضها وتعطيك كفاءات ممتدة تستخدمها وتستفيد منها وسيكون هناك قسم كامل لبحث الإكستنشنز على نفس المتجر فهذا أمر أصلاً موجود على جوجل والآن نجاح على نفس سفاري كل واحد يتبنى أمر جداً جيداً وأبل سيليكن أخيراً أبل تتحول لمنظومة SOC هناك CPU وحدات معالجة حاسوبية كمبيوتر بروسسين يونت جميل؟ هذه المعالجات تستخدمها الشركات تأخذها من انتل ومن ايم دي ويضعها في أجهزتهم هذه في العادة تحتوي على جي بي يو معالجة صور تحتوي أحياناً نيورال بروسسين يونت وحدة معالجة عصبية وأيضاً نفس السي بي يو هذا شيء جيد أما SOC نتكلم على System on Chip منظومة كاملة أكبر بكثير محطوطة في هذه الرقاقة تشمل جي بي يو والسي بي يو وحتى أشياء حقة اليو اس بي وإدارة بطاريات أشياء كثيرة يتم وضعها وبالتالي حجم أكبر من السي بي يو ولكن توفير طاقة ومهام أكثر يستطيعون وفي العادة، SOC تستطيعون تسويها على تطبيقاتك والفيرموور والتطبيق الذي تستخدمه فيتم نسج الأثنين مع بعض على عكس السي بي يو الذي تحصل عليه من شركات مطورة للمعالجات وانت تحاول الضبط برنامجك عليها لا، سيكون هناك تناغم أكبر نفس التناغم الموجود ما بين معالجات بايونيك والآيفونات نفس التناغم الموجود في الآيبادات ومعالجاتها وساعات أبل ومعالجاتها والتي كلهم يشرفون على هندساتها كـ SOC وأيضاً وضبطوا لها فنتوقع خلال الفترة الجاية أنتل تعاني من هذه الفلوس خلال سنتين سنرى أكثر وأكثر أجهزة من أبل سنجد الفئة العليا تنحصر عند انتل كمعالجات والفئة الأخرى ستبدأ أبل تزيد لها فئات الدخول ماكبوك اير بعد الماكبوك العادي ويمكن بعدين يضبطوها برو الأجهزة ماك وماك برو نعرف أن هذه الأجهزة ستحصل على قدرات عالية ولكن يجب لها وقت وضحت أبل أن هناك أجهزة ما بينها وانتل يضبطوها يعني العلاقة يريدها وقت عندما يبعدوا ويجبوا فلوس أكثر ويضبطوا أشياء أحسن وأيضاً تطبيقات كبيرة سيتم نقلها للماك بشكل سريع للمطورين مع هذه المنظومة الجديدة مكتبة كبيرة يستفيدون منها مستخدمين الماك أيضاً ذكروا أن التقال للمعالجات الجديدة سيتم خلال عامين فقط وأيضاً هناك تناغمة بين تطبيقات الآيباد وتطبيقات الكمبيوترات ماك نظام بيكسور هنا نقول مع الملخص هذا نعرف أن أبل بالفعل شغال على منظوماتها بشكل كبير هذا كان مؤتمر مطورين مئة في المئة لمطورين كثافة صناعة محتوى المطورين كل شيء موجه للمطورين وقال للمطورين نسخ البيتا وقال للمتاح أن يكون لديهم حزمة التطوير مع الماك ميني فأشياء جداً كثيرة كل مطورين مطورين لا يوجد الحس المعتاد أن يجعل شيء رائق بعد في المؤتمر فكان هذا المختصر حق WWDC حلقة قد طويلت فيها ولكن أعطيتكم أشياء كثيرة بإذن الله وأتمنى يا رب العالمين أني توفقت بالفعل مؤتمر جميل للمطورين ونعرف أن منظمتهم تتطور ومتشوق للمؤتمر القادم الذي سيحدث في شهر سبتمبر وبإذن الله سأكون معكم أول بأول في كل المعلومات أراكم دائماً على خير نهاية كل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستفرك أتوب إليك أراكم على خير بإذن واحد أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة